تشارك مملكة البحرين دول العالم وحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة منذ إعلان الأمم المتحدة يوم الخامس من يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة حظيت مملكة البحرين باهتمام ودعم كبير للقضايا البيئية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك من منطلق الرؤى الثاقبة والاستراتيجيات المستقبلية لجلالته ويتجسد ذلك من خلال مصادقة جلالته مؤخرا لقانون حماية البيئة الذي يحد إيذانا ببدء مرحلة عمل جديدة في هذا المجال لواكب المستجدات والتطورات في القضايا البيئية محليا وأقليميا ودوليا ويتماشى مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي ولطالما حرصت مملكة البحرين منذ إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع خططها وسياساتها التنموية الوطنية من خلال تقديم الدعم والرعاية لتعزيز حماية الحق في توفير بيئة سليمة وصحية مع ظهور مشكلات بيئية مستجدة حيث أطلقت المملكة حزمة من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات التنموية التي تحقق الاستدامة في هذا المجال فضلا عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وفي إطار التزام مملكة البحرين بالعمل لجانب شراكة أهل أقليميين والدوليين للحد من التلوث البيئي في العالم بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف في المجال البيئي من خلال وضع الخطط الطموحة لتصل إلى الخفض في الأنبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 وزيادة مساحة أشجار القرم أربعة مرات مقارنة بالمساحة الحالية ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحيادة الصفري في عام 2060 فيعد اليوم العالمي للبيئة فرصة لإبراز أهمية الحفاظ على البيئة والترويج للمدن الصحية بمقوماتها ومعاييرها المعتمدة وانعكاساتها على جودة الحياة والصحة العامة وبهذا ستظل مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية لتحمي حياة الإنسان وتحقق أهداف التنمية المستدامة وتساند الجهود العالمية